اهلا بكم من جديد معنا وحديث القاهرة الحديث ده هو حديث القاهرة الاقتصادي الأول مش هقول عند الخبراء الاقتصاديين ولا عند رؤوس الدولة لكن حتى في البيوت المصرية في تعويم ولا ما فيش تعويم طب التعويم مهم وضروري ولا التعويم حيقطم رقباتنا لو حصل الكلام ده اعتقد حتى الناس لو ركبت تاكسي هتلاقي سواء التاكسي بيتناقش معك فيه لكن الخبراء احنا منلجأ له علشان نفهم لان فيه موضعات لازم اللي يتكلم فيها يبقى خبير وفاهم علشان ما تحصلش هالذات احنا مش قدها خلينا راحب تجوفنا في الفقرة دي وفي حوارنا عن التعويم مهم ولازم ولا ارجوكو ابعيد اقديكو عن الموضوع ده معنا ضفنا المصرفي والخبير الاقتصادي الكبير الاستاذ محمد عبد العال اهلا بحضرتك ومعنا الدكتور حسام الغايش الخبير المالي وخبير اسواق المال ودراسات الجدو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك افاهم اهلا بيك طيب حضرتك معه ولا ضد التعويم كده هو بصراحة بصي التعويم اذا ما كان هناك يحقق عوامل ايجابية وتتوافر شروط تطبيقه في ظروفنا الحالية فهو يدي نتائج ايجابية اما اذا كان لا تتوافر شروطه كما نحن الان فاذا انا مش من انصار التعويم يعني اذا الظرف الحالي اقتصاديا في مصر بيقول ان ما فيش داعي للتعويم ايوه التعويم ليس هدفا في حد ساته هو وسيلة لتحقيق سوق صرف متوازن يحقق اقصى نقطة التوازن ما بين كل المتعاملين في سوق النقد سواء في الخارج او في الداخل وهو كمان ليس حلا للمشاكل الاقتصادية اللي احنا عايشينها لان عشان يحلها الاقتصاد نفسه لازم يكون ما فيهوش مشاكل ودايما احنا زمان كنا بنقول ان الاقتصاد القوي بيعكس عملة قوية والعملة مرآة للاقتصاد فاذا احنا سعر الصرف هو اداة ووسيلة وليس هدف عشان كده بنقول ان احنا لا نبني امال على عملية التعويم او التحريك او التقفيد الا اذا توفرت شروط معي انا هنتكلم فيها عاصر اذا حضرتك تقول ان التعويم هو عرض وليس مرض المرض هو موجود في الاقتصاد المصري لو تم اصلاحه هتنصالح العملة وحيتزابط موضوع الدولار في السوق من غير مناشا دي وجهت نظرك وحضرتك يا دكتور طيب خلينا نكون متفقين ان احنا المشكلة الرئيسية في مصر الان هي بالسعر الصرف المشكلة الرئاسية تدخم عندنا تدخم طيب مين اللي هيقدر يتحكم في هذا التدخم البنك المركزي ووزارة المالية وهما القائمين على سياسة الاقتصادية في البلد النهاردة طول ما السعر الصرف اللي موجود في البنك المركزي لا يمثل سعر الصرف الحقيقي لان السوق السودة عندنا اسعار مختلفة لسعر الصرف فبالتالي البنك المركزي هنا ادواته وقدرته على التعامل في استهداف التدخم للأسف قاسرة هو بش قادر هو بش قادر يتعامل وبالتالي هنا فكرة التعويم او التحريك بتدي له فرصة للمناورة ان هو يقدر يشتغل مع السوق الدرر اللي بيحصل من التعويم بيكون على المواطن طب هل الدرر ده انتقل للمواطن ولا هم ينتقل انتقل بالفعل لان عندنا سوق تاني سوق تاني مش مجرد سعر تاني ان اذا الدولة تحركت في اتجاه التعويم ما في معنى الكلام يعني انه احتمال يكون فيه تحكم في سوق الصرف الموازي اللي هو سوق السودة حيبطل اللي حاصل فيها بس فيه ناس بتقول انك مهما عملت انت ملكش ايد ولا سلطة ولا سيطرة فيه هنا فيه جانب امن للدولة لازم يتحرك ايضا مع البنك المركزي في نفس الوقت عندنا كمان البنك المركزي عنده ادوات وعنده سعر الفايدة بيقدر يتحرك لان هو الفكرة ان انا عايز اجزب النهاردة باقي الدولار او باقي العملات الاجنبية لان اتحولت سعر الصرف او تحولت العملات الاجنبية الى سلعة وليست وسيل التداري اقصد من قبل البنك المركزي يعني اتقال ان عشان الدولة ما كانتش بتوفر الدولار حين الطلب بالسعر اللي هي بتعلن عليه فالناس كانت بتلجأ مجبرة ما هواش بمزاجها الجاب هنا كبير لكن ما كان يكون الجاب قليل انا النهاردة معايا دولار مين اللي معاها دولار النهاردة تاجر محتاج يجيب سلعة النهاردة في مصر انا بقولك لا مش التاجر بس اللي معاها دولار المواطنين العاديين معاهم دولار بيشتروا دولار او بمعنى اصحة تحول هنا الدولار الى سلعة ووسيلة للاستثمار ودي مشكلة مشكلة كبيرة كمان المضارب على الدهب اللي ما بقدرش يحصل على العملة من السوق السوداء نتيجة خطورتها ونتيجة المقاطرة في الحصول عليها بقى بيلجأ للدهب الدهب كان بيرتفع عشرة في المية عالميا بيرتفع عندنا لتلاتين واربعين في المية بس اذا خلاصة ان حضرتك شايف ان حضرتك مع التعويم لان ده على الاقل حيخدمنا مسيطرة انا مع تقليل الفجوة ما بين سعر السرق في الرسمي والسعر اللي موجود في السوق بمعنى ان ده هيحصل تعويب؟ يعني ده ملهاش معنا تاني بالضبط لان هي دي اساس المشكلة النهاردة البنك المركز الرير قادر على ان هو يكون له قليات قوية في التحكم في التضخم نتيجة ان الفرق ما بين السعرين كبير جدا الاول كان بيحصل ايه لما بيكون الفرق قريب كان بتجيله عكمية دولارات كتيرة جدا الناس بتفكها عنده في البنك وبتعملها شاهدات او ودايع فبالتالي هنا بيقدر ان هو يعمل عملية امتصاص لعرض النقد اللي موجود ده مش قادر يعمله النهاردة وبالتالي بدأت اتجه الناس انها تستثمر في الدولار وبيتستثمره في الدهاب او ان هي بتشتريها حتى لو مش استثمرها وبالنسبالها لاني مش هقدر اجيبه برا فانا اخليه معايا وقت ما احتاج له يبقى قضمن اوكي ميش الواقع بيقول كده فعلا بس هل بالفعل ان انا لو حكمت سعر الدولار بان انا قللت الفجوة وان انا عومت ممكن يقلل على التضخم اللي موجود في البلد لا طبعا هيزوده وهشرح لك ازاي بس قبل ما ابدأ اطبع واوصق كلامي احب اقول ان لسنا نحن على هذه الطاولة اللي هنحدد هل التعويم يعني نحن بنعرض وجهة النظام الله ينور عليك نحن لدينا البنك المركزي له رؤية ورؤيته وخبراءه على اعلى وواثقين انه هو يتخذ القرار الحكيم في الوقت المناسب بالنسبة اذا ما لقى ان هناك مصلحة وطوفرة شروطه وانا دايما بحط خط تحت كلمة شروط دي نمرة واحد نمرة اتنين برضا كعايزة اوضح فكرة التعويم انها في دول كتير اوي اوي واخد التعويم الكامل في حوالي 80 دولة عاملة تعويم كامل في العالم وفي حوالي 75 دولة عاملة تعويم المدار وفي حوالي 30 دولة عاملة تثبيت للعملة بتاعتها مقابل الدولار بدون تركيز على انها دولة نشأة ولا دولة قدية يعني السعودية من 50 سنة مثبتة السعر على 3-75 ايه بس السعودية اقتصادها معظمه مرتبط بعملة واحدة بس اللي هي الدولار لانه هي تجارتها الاسيف لكن احنا شغلنا مع امريكا او مع دولار ده انا برضح لحضرتك من حيث المبدأ العام نيجي بقى احنا دلوقتي عايزين نشوف تأثير اي تحريك او تعويم باي نسبة لسعر الصرف ايه اللي هيحصل فخلينا نتخيل هنعمل صدمة نعمل صدمة وصدر قراري الان بتحريك الجنيه المصري بنسبة معينة مش هنقول النسبة ايه اللي ما اعرفهاش ايه اللي هيحصل لو احنا متفائلين نظريا طبعا حينما انقفض السعر العملة هتبدأ التصدير يزيد لان التصدير هيرخص وبالتالي هينافس في الاسواق العالمية والتصدير يزيد في نفس اللحظة حجم الواردات هيقل لان الواردات هتزيد باسعارها وبالتالي الطلب عليها محليين هيقل السياحة هتزيد لانها هترخص في نظر السياح تحولات المصريين اللي عاملين في الخارج من المفترض انها تزيد ده طبعا اذا رفعنا العملة اللحظة يتقلص السعر ما بين السوق الموازية وغير الموازية كل دي عوامل ايجابية جدا يترتب عليها ايه انه يتحسن الميزان التجاري ويتحسن ميزان المدفوعات وبالتالي الفجوة التمولية اللي عندنا تقل والفجوة الانتاجية كمان تقل لان لما السياحة تزيد وصدرات تزيد ونشاط الانتاج الزراعي والصناعي هيتأثر إجابا اكيد فالفجوة هذا هو المطلوب من التعويم لكن هذا هو اللي يحدث هناك مخاوف ليه اولا خدي من اول التعويم 2016 3 نوفمبر 2016 وما يلاه من تعويمات تعويمات المهمات ايه اللي حصل عجز في ميزان التجاري عجز في ميزان المدفوعات وقت جاب ما بين السوق الموازية والسوق الرسمي كل مؤشرات سلبية وكمان يصاحب بهذا بزيادة في فرق السعر ما بين السوق الموازية وغير الموازية طيب بس المواطن بقى أنا بس عايزة روح السلع اللي أنا حشتريها دي أهم حاجة الناس اللي بتتفرج علينا دلوقت لو حصل التعويم ده أنا جايلك أنا جايلك عشان في الوقت أقدر يخذ أكثر حاجة الواقع اللي هيحصل بقى الواقع اللي أنا أرجو إنه ما يحصلش لكن من التجارب السابقة وعدم توفر شروط معينة لأنه ينجز التعويم إيه جابياته اللي الدكتور حسن بيقول عليها ولسه عاي يقول عليها إن لما ينغفض الجنيه المصري إحنا بنستورد 70 إلى 80% من احتياجاتنا من الخارج فتورد الاستيراد هتزيد هتنعكس في السلع والخدمات هيرتفع التدخم وقافي عندنا وحويش ارتفع التدخم خلاص بعد كده لما يرتفع التدخم إيه اللي هيحصل السلطات النقدية والمالية هتبدأ تتبع سياسات تقييدية فترفع الفيضة فتكاليف الانتاج تزيد فعالمستهلج النهائي تزيد فالتدخم يرتفع فالحاجات هتغلى وأنا فلوسي محدودة فحيبقى وضعي أسوأ وأسوأ فالدخل الحقيقي للفرد هايقل لما يقل الدخل للفرد الحقيقي هتضطري أنت تزودي الدعم وانت ماشي عكس الاتجاه الوقت لما التدخم كمان يزيد في السياسات النقدية أبسط حاجة هترفع الفايدة أما ترفع الفايدة لزون الخزانية هترتفع يبقى عبء الدين الداخلي هايزيد صحيح لما عبء الدين الداخلي هايزيد يعني أنا هروح هنا هتكوي بالنار لو عومت وهروح هنا لو ما عومتش هتكوي بالنار بس مين فيه ملة هتبقى أصعب أنا هرجع لها النقطة دي بس فكرة أن حضرتك بتقول أن أنا هبقى عندي درجات من درجات الاستفادة إذا اعتمدت مبدأ التعوين طب البورس حضرتك خبير مال وأسوأ مال دي حركة فيها كبيرة فيها مال ساخن اللي بيتقال عليه والأموال الساخنة اللي ما بتخرج من مصر بتخرج مرة واحدة وبتعمل هزة فعليا حيبقى تأثيرها إيه على سواء طيب خلينا نقول أن عملية التعوين في حد ذاتها لو حصلت في أي وقت من الأوقات خلال أيام أو شهور أو أي أن كان في فترة قادمة لازم يكون مرتبط معها عملية إصلاحات اقتصادية إصلاحات اقتصادية حقيقية وبننساش كمان أننا هنربط ده بالأحداث العالمية إيه اللي بيحصل في العالم في عدة أزمات حول العالم مش بس في مصر مازال سعر الفايدة مرتفع بالرغم بعض الفدرالي الأمريكي بأنه قد يكون هناك عدم رفع للفايدة وقد يكون هناك تخفيض ولكن مازالت مرتفع في اجتماع مهم جدا للكونجرس يوم 19 يناير برفع سقف الدين هل حيتم الموافقة ولا لأ معظم المؤشرات بتقول مش حيتم ومعنا كده نحن ممكن يكون في رفع تاني للفايدة مصر خرجت من مؤشر السندات الحكومية جي بي مورجا من المتوقع أن بعض المؤشرات الأخرى مصر تخرج منها كل ده لازم نحطه في الحزباء بس لازم عندنا زي ما قلت حيتك في مجموعة من الإصلاحات أهم هذه الإصلاحات واحد أن نحن نمد أجل سداد الكرود وخاصة قصيرة الأجر لأن دي اللي عاملة ضغط على مصر فيه فيما يخص النقد الأجنبي ده لازم يتم لازم يكون هناك تشجيع للإستثمار خاصة للإستثمار الأجنبي والإستثمار المحلي أيضا لازم يكون له تشجيع بس الإستثمار المحلي هنا بقى يجي دور البورصة لأن البورصة هي أرخص وسيلة للتمويل المشروعات البنك النهاردة مين النهاردة كمشروع والقطاع الخاصي يدر يدخل البنك في ظل الفواد المرتفعة دي مستحيل أنا بقولك مستحيل فبالتالي بديل أنه يدخل يقاية جزء من الشركة دي في البورصة ويحصل على تمويل رخيص السمن وده لازم نشجعه ونعمل حوافز له سباكة حوافز ضربية حوافز إدارية حوافز في الرسوم أيا كان ده مخرج نحن نشجع القطاع الخاص المشتغل لأنه كمان المشكلة الحالية في مصر بتأثر على معادلات النمو وده كان حتى واضح من توقعات البنك الدولي لمعادلات النمو في مصر خلال السنة القادمة أو تحديدا السنة القادمة إن فيها حي ممكن يكون هناك ترغف معادل النمو لو ما حفلت هذه الإصلاحات أنت معناها أنت بتتواجه أزمة طب أنا ده حيضي كسؤال أخير حاكم به النقطة اللي قالها يا سيد محمد مهمة جدا وهي فكرة الدولة وإرادات الدولة وعجز الموازنة دي لازم هنا عندنا الاقتصاد الغير رسمي لازم الاقتصاد ده يدخل في الاقتصاد الرسمي ولازم يكون هناك استراتيجية واضحة لتشجيع وتحفيز هذا الاقتصاد والنهاية ترهيب لأننا لازم الأول أشجع وأحفز وفي الآخر أرهب إن هذا الاقتصاد ينضم وبالتالي نوصل إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي وده مهم جدا كل المعاملات النهاردة مع معلن وفوق الترابيز أعرف إيه اللي عندي وإيه اللي أقدر كل المعاملات النهاردة الخاصة بملايين الجنيات سواء كان في العقارات أو في الزهب أو خلافه لازم ده كل كل اقتصاد رقمي مش مجرد عملية شمول مالي وأنا عارفة إن احنا الملاف اللي احنا بنفتحه ده هو مفتوح عن دوكنتو كمان وبيتم المناقشة فيه وحيتم المناقشة فيه وإحنا هنكرره هنا سؤال أخير هل تتوقع إن حيتم تعوين بناء على وجهة نظرك دي خلال بالظروف اللي احنا شايفانها موجودة قدامنا دي تعوين بدون إصلاحات اقتصادية زي ما قاله أستاذ محمد فيه مخاطرة كبيرة بأخبض بماية في الحياة بس هل تتوقع لكن تعوين مع إصلاحات اقتصادية خاصة للنقاط اللي أنا ذكرتها حضرتك ده مهم جدا لأن ده هو اللي حيحرك الدنيا هو اللي حيحرك الدنيا وهو اللي حيجنب لبعض المخاطر اللي أستاذ محمد متخوف منها سواء كان على عجز سواء كان على عجز الموازنة أو على المواطن المصري خلاص واضحة قلت رأيك بش عايز توقعك هتقول توقعك معنا أستاذ محمد طبعا لا يوجد تعوين في البرحلة الحالية لأن شروطه صعبة جدا وأهم شروطه ما تنسيش أن في محدد رئاسي الرئيس عمله في يونيو الماضي أن الجنيه المصري إذا كان يمس احتياجات الناس وأصحاب داخل المحدود فهناك خط أحمر فإذا لن يستطيع أي حد في الدولة في السلطة النقدية أنه هو يحاول يقرب للجنيه المصري ويقفده إلا إذا خرج الرئيس ورفع هذا المحدد دين أمرا وقعه دين أمرا وقعه دين أمرا وقعه التفاهم مع صندوق الناديد وضحك أحنا عرفين نقطة دي وطرحنا هذا المهمة جدا أنه الشرط التالي هو توفر الرصيد النقد علشان قادر دعم جنيه المصري في لحظة التخفيض مهما كانت النسبة وزود الدعم الاجتماعي حتى دعم الفئات وقلل المعنى اللي ممكن يتعرض لها الفئات فهذه الشروط يعني أنا أعتقد أنها مؤجلة إلى ما بعد رغل لها إحنا استعاننا برأي الكبراء علشان نقول لكم هم شايفين الدنيا إزاي لكن إحنا عارفين فعلا أن القارات اللي هتكون موجودة هيكون في رأس أولوياتها النيسة اللي في الشارع عشان ما تعنيش أبطر من كده إحنا نشكركم طبعا شكرا الوقت دايق بس أخذنا في قدم ما اتفقنا بنشكرك جدا خبيل الاقتصادي والمصرفي الأستاذ محمد عبدالعال شكرا جزيلا والدكتور حسام الغايش خبير المالي وخبي في دراسات الجدول شكرا جزيلا نعم طيب فاصل ونرجع نقابلكم تاني وبقي فقرات حديث القاهرة